موسيقى غرفة جرائم الأموال بمراكش تستأنف محاكمة رئيس الجماعة الحضرية لأسفي ومهندس بلدي مجلس جهة مراكش أسفي يخصص نحو 50 مليار سنتيم لدعم قطاع الصحة بالجهة القاع المغطات بحي المطار بأسفي نموذج لمشاريع متوقفة بالمدينة لأزياد من 20 عاما أطفال بأسفي يكسبون قوثهم اليومي بين القبور لإعالة أسرهم الأمن يوقف شبكة لتزوير البطائق البنكية وسندات الهوية للقرصنة الإلكترونية بفاس والمحمدية موسيقى نشرة الأخبار من صفي جود أهلا بكم استدعت هيئة قضائية بغرفة جرائم الأموال بمراكش عبد جليل البداوي رئيس الجماعة الحضرية لأسفي والمهندس عبد الحق فلاحي لجلسة الأربعاء الرابع عشر أكتوبر الجارية من أجل الشروع في محاكمتهما على خلفية اتهامهما بالتزوير في محرر رسمي واستعماله وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته تبقى للفصول القانونية الواردة في هذا الشأن وكانت المحكمة المذكورة قد حددت يوم الحادي عشر مارس الماضي كأول جلسة للشروع في محاكمة البداوي والمهندس الفلاحي والذين تخلف عن حضور الجلسة المذكورة قبل تأجيلها لجلسة الخامس عشر مايه الفين وعشرين والتي تخلف عن حضورها أيضا المتهمين المذكورين لتتأجل المحاكمة لجلسة ثالثة حدد لها تاريخ الخامس عشر يوليوز الفين وعشرين وهي الجلسة التي جرى تأجيلها أيضا بسبب تفشي جائحة كورونا تفاصيل أوفر عن هذا الموضوع تجدونها على بوابتنا الإلكترونية صفيقود بون كوم أفاد تقرير لمجلس جيئة مراكوش أسفي بأن هذه الهيئة المنتخبة ساهمت في تدعيم البنيات التحتية الخاصة بقطاع الصحة بمبلغ خمسين مليار سنتيم وذلك جراء تفشي وباء كورونا كوفيد تسعة عشر وأوضح المصدر ذاته أن مجلس جيئة مراكوش أسفي تفاعل بشكل استثنائي وبكل ما تقتضيه المرحلة جراء تفشي فيروس كورونا منذ شهر مارس المنصر حيث تعبأت جميع مصالح الجهة بتنسيق مع جميع المصالح الصحية والسلطات المحلية وباقي المتدخلين للمساهمة في دعم القطاع الصحي ودعم الفئات الهشة والمعوزة بكافة تراب جيئة مراكوش أسفي إلى جانب توفير المعدات التبية وشبهة التبية للمراكز الاستشفائية واقتناء سيارات إسعاف لفائدة جهاز الوقاية المدنية وأضاف التقرير أنه في إطار الظروف الاستثنائية التي تعيشها المملكة المغربية جراء تفشي فيروس كورونا خصص مجلس جيئة مراكوش أسفي بدعم مالي من مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية القطرية اعتمادات مالية كبيرة لمساعدة الأسر وصلت إلى تمانية ملايين درهم حيث رصدت جيئة مراكوش أسفي من جانبها اعتمادا ماليا نهزة تمانية ملايين درهم توجهت بالأساس لاقتناء إعانات ولوزن غذائية لفائدة عشرين ألف من الأسر المعوزة والفهاءات الهشة بالجهة عهد بتوزيعها إلى السلطات المحلية وأشار إلى أن المجلس سهم في تأمين سلامة وصحة المرشحين لامتحان الباكالوريا خلال دورة 2020 مع كافة الهطور التربوية والإذارية حيث وضع رهن إشارتهم خمسمائة وستين ألف قناع واقية وذلك في إطار تعزيز ودعم التدابير والإجراءات الوقائية التي اتخذتها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في الوقت الذي تعرف فيه مدينة آسفي خصاصا كبيرا على مستوى المرافق الرياضية والثقافية لا زالت أشغال إنجاز القاعة المغطات بحي المطار بمدينة آسفي متوقفة منذ أزيد من عشرين عاما نذاءات متكررة من ساكنة الأحياء الجنوبية من أجل نفض الغبار عن هذه البناية التي تحولت إلى مطرح للنفايات ومأوى للمشردين لتتحول من فضاء لممارسة لنشطة الرياضية المختلفة وتشجيع شباب جنوب آسفي على ممارستها إلى نقطة سوداء بفعل الروائح الكريهة التي تنبعث منها والعدد الكبير الذي يأوي إليها من المشردين الصور التي رصدها فريق أسفيقود خلال التحقيق المنجز حولها تجسد واقع ملايير عدة أنفقت على مشاريع لم يجري التخطيط لها بشكل كافي بل إنها أنجزت لتسريع وثيرة ما كان يطبع تسيير المجالس البلدية من ارتجالية في التسيير لنستمع لهذه التصريحات التي استقاها أمين جلواني وعماد الشابيني يقول لسيدي ذكرها شي 18 سنة ولا شي سنة إنه معهد معهد تيراني معهد صلح وعده ودخويا ما العرف شمد تسرق عندك الديانه كل شي تخرب تبعوه الشفارة وشمد حديد مشا من التماء وشمد لوح تخربت لي قعدوا في الشمكارزة أقول له هذا المركب يجعل الماخذة لهذا المريش اللي بعدك هنا ما كان هناك يقاطع أو يقع صراحة هاد لقاع المغطاط را منعقلنا عليها وهي هكا را لا يمكن أنه الجانب تبارك الله عنده طاقات عنده بثاف تحويج وزيد أنه المدينة فيها لو صيبة فيها بثاف تحويج ومشروع قد هذا ما قدينش تحركوا هناك المنتخبين فيناك البرلمانيين ديالة المدينة هناك الشركات تبارك الله أسفي ولات عامر الشركات لماذا ما يتحركوش هاد البرلمانيين وهاد الناس اللي واقفين على الشأن المحلي ويأتتو هاد المعلامة هاد بالأخص في المنطقة هاد خلال زيارتك للمقابر بالعديد من المدن المغربية فإنك تصادف في طريقك أشخاص يمتهنون بعض الحرف المرتبطة بهذا المكان يقدمون إليك خدمات مقابل ذريهمات معدودة وتنتعش أنشطتهم خلال المواسم الدينية وأيام الجمعة بأحدى مقابر أسفي صادفنا مجموعة من الأطفال والمراهقين وهم يتنقلون بين القبور يحملون قارورات المياه وينتظرون زائرا يرغب في ري قبر أحد دويها بالنسبة لهؤلاء الأطفال وأغلبهم منقطعون عن الدراسة فتقديم خدمات لمرتفق المقابر مقابل دريهمات يساعدون بها أسرهم المعوزة أفضل من التسول أو احتراف الإجرام عن نشاطهم الذي يقومون به في هذه المقبرة يتحدثون لميكروفون عماد الشابيني وأمين جلواني ما زالت سنين بحركة؟ أقول لكم مهم أن كل جمعه ورزقه كما كانت معادي تصويق بأن تصويق بأن تكون مقالية لديك شيء يجب الله يتعاونون الناس يتعاونون مهم يتعاونون مهم يتعاونون مهم يتعاون مهم لكن يتعاون مهم يتعاونون مهم وجمع الناس في سبيل اللهم عندما يحن ابيع خاطرين كان لديك شيء يتعاونون مهم يتعاونون مهم هذا هو التور يتعاونون في السبيل أمين لم يزوروا من يدفنه ومجتهاء الزيارات يتعاونوا بهم يجلبون المياه تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق مع المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس يوم أمس الخميس من توقيف سبعة أشخاص من بينهم قاصر يبلغ من العمر 17 سنة اثنان منهم من ذوي الصوابق القضائية وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في النصب والاحتيال والتزوير واستعماله والصرقة والمس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات البنكية وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن الأسلوب الإجرامية المعتمد من طرف المشتبه فيهم يتحدد أساسا في تزوير بطائق الاعتمان وسندات الهوية لإجراء معاملات تجارية على شبكات الانترنت ومواقع التجارة الإلكترونية وذلك قبل أن يقوموا ببيع متحصلات هذه الأفعال الإجرامية على شبكات التواصل الاجتماعي مقابل حوالات مالية يتوصلون بها في مدينة إيفاس والمحمدية وأضاف البلاغ أن عمليات التفتيش المنجزة بمنازل المشتبه فيهم أسفرت عن حجز سيارة ودراجة نارية وجوازات سفر وطنية في اسم الغير وضفات رشيكات وبطائق بنكية ووصولات تحويلات مالية علاوة على مجوهرات وساعات وهواتف وحاسوب يشتبه في كونهم من متحصلات هذا النشاط الإجرامي وأشار المصدر نفسه إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدابير الحرصة النظرية وتحت المراقبة بالنسبة للقاصر وذلك رهن إشارة البحث التمهيدي الذي يجرى تحت إشراف نيابة العامة المختصة للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية وتحديد جميع المساهمين والمشاركين المتورطين في هذه الشبكة الإجرامية إلى هنا نصل إلى نهاية نشرة الأخبار قدمناها لكم من صافي جود شكرا على المتابعة وإلى اللقاء